عودة إلى الجزور يا أستاذ بسام يعني لن نكون مخطئين إذا قلنا أن جزورنا واحدة؟ هو الجزور السكندرية يعني مثلا نخده الإسكندرية إيه حكيت مدينة الإسكندرية؟ ليه خصوصية؟ أنا كوني سكندرية مثلا أتذكر كويس أوي مثلا في حي رجدي الشهير وإلى يومنا هذا ما زالت هذه الجمعية الشهيرة التي تبيع للشعب المصري منذ ما كنت أنا طفل في الإسكندرية اللي هي بابا دبلو وهالتسمية التي بقت حتى التليفون اللي أنا اتصلت به في إسكندرية النهاردة تروم هي لسا أسمعها بابا دبلو قالوا لي آه خلاص مثلا جليم جليمونوبلو وهكذا فتلك التسميات اللي احنا اتربينا عليها في إسكندرية وما زالت موجودة تديك مثلا النادي اليوناني لذا كان النادي مشهور جدا بكرة السلة في الإسكندرية جزور البطالمة اللي هم المقدونيين البطالمة واليونان والإغريق البطالمة اللي هم أصلا بدأوا به هذا اليوناني الشهير بطالموس الأول اللي احنا نسميه بطالموس الأول الروح صلى الله عليه في الأسماء الشائعة وهو اسمه سوتير بالمناسبة هو لقب بالمنقذ لقب بالمنقذ سوتير هو ده اللي أرسى قواعد الأسرة البطالمية في الإسكندرية تتعجب لما تعرف أن دي أسرة إغريقية لكن جاءت تحكم من الإسكندرية لو حضرتك بصيت على أي تمثال هنا بقى المزيج اللي حضرتك بتسأل عليه في المتحف اليوناني الروماني اللي احنا برضو بنطالب وزارة الأسرة نحن تشد حالة عشان تفتحه تاني في الإسكندرية المتحف اليوناني الروماني عبقري وتجد فيه تمثال جوه من العصر اليوناني في الإسكندرية في مصر بيحاول يتمصر بنفس صفات الملك المصري المشهورة النمس، غطاء الرأس، الرجل المتقدمة باليسار العضلات المفتولة، العينين اللي بصها للأبدي كل هذه ومحاولات عشان يوصل بيها نبقى زي الملك اللي كان زمان هو إذا نفسه كان يقول كده إيه الصورة يا أسوس بس هذه صورة هامة جداً للي احنا بنقوله دلوقتي حالة دي مجموعة من التمثيل الصغيرة الملونة اللي يطلق عليها التناجرة دي بالزبط اللي أنا بتكلم فيه التناجرة منطقة موجودة في اليونان القديمة اسمعتها ناجرة وكانت قد بدأت هناك عمل هذه التمثيل الصغيرة اللي هتبقى جنب المتوفى في المقبرة بتاعته دي موجود منها مجميع في المطحف اليوناني الروماني بالإسكندرية دي مهمة جداً وما تلاقهاش متنطورة بأعداد كبيرة كتير في العالم طيب هي بتبين لنا إيه؟ بتبين لنا اللبس اللي كانوا بيلبسوه السيدات من فستين هتجد من فرمات الشعر من الألوان أزرق وبنبي ووردي وكذا ووريتنا إزاي كانت الناس بتلبس في العصر اليوناني هذه التمثيل الصغيرة هامة جداً للعايز يدرس المجتمع اليوناني موجود منها في المطحف اليوناني الروماني طيب الصورة دي؟ الصورة دي المثال الأكبر لعبقرية الفترة المصرية اليونانية بالإسكندرية الإفراز إيه بقى؟ حكتين العالم كله يعرفهم مكتبة الإسكندرية لأنه ده حصل في العصر البطلمي وفنار الإسكندرية الحدرتك شايف منه صورة مرسومة ده الفنار القديم ده الفنار القديم وهو واحد من عجائب الدنيا السبعة القديم إحنا واليونان اتفقنا في أنهم عندهم عدد من عجائب الدنيا السبعة القديم وإحنا عندنا اتنين الأهرامات وفنار الإسكندرية الجميل في المزيج ما بين اليونان وبين مصر في الإسكندرية في حكاية الفنار أن نفكر فيها وفكروا فيها يا سادة يا مشاهدين فنار الإسكندرية هو المبنى الوحيد في السبع عجائب الدنيا القديمة الذي أفاد البشرية جمعاء حضائق بابل المعلقة كانت لملكة ضريح هالي كارناسوس كان للملك يدفن فيه تمثال زوس الشهير تمثال في معبد كويس لكن لما تيجي تكال معبد أرتمس معبد للكهنة والناس والصلاة وكده لكن الهرم مقبرة لملك لكن الفنار هو اللي فايدته عملية علشان والمراكب أكتر يا جماعة أخدوا بالكم أكتر أعداد الغرق للمراكب كانت واحد داخل الميناء لأن الراجل اللي داخل الميناء ده ممكن يبقى مش واخد باله السخور فين فتخبط فيغر فالفنار هو الدليل والمش فالفنار ده عبقرية ولذلك هستغل الفرصة أن احنا نهاردة بنتكلم عن الجزور والعودة إلى الجزور وفكرة الناس اليونان والقبرصة اللي كنا عايشين في سكندري وعايشين في مصر والعكس صحيح المصريين اللي كانوا عايشين في قبرص وفي اليونان وحققوا طالب أن مصر واليونان يتفق معا الاتنين علشان نعيد بناء فنار الاسكندرية وتبقى دي بداية السياحة الاسكندرية عن طريق وضع 120 متر ارتفاع مبنى يتم بناءه بجانب قلعة قايد باي في مكانه الأصلي ما هو ده مكانه الأصلي الفنار الاسكندرية كان جنب قايد باي وقيل حتى فيه معلماء بيقولوا أنه هو القلعة بنت على حتة من الأساس بتاعه مثل ما قعدنا بناء مكتبة الاسكندرية والناس اللي هتقول لك أحسنت أشكرك لأن الناس اللي هتقول لك العملية بعيدة شوية هقول لك لا مش بعيدة ولا حاجة نحن عندنا فضل اسكندرية قيلة من 120 إلى 137 متر ارتفاع كانت الإضاءة ترى قال لنا مؤرخ من 56 كيلو متخيل النار اللي كانت بتعمل لها ريفلكشن أو انعكاس عشان تقول للمراكب خدش يمين وخدش شمال كانت تظهر من 56 كيلو ده ولا الليزر آه صحيح وانت هنا بتتكلم على سنين وسنين قبل المرأة نتكلم في 280 قبل المرأة اشتركوا في القناة